ومازلنا بنتكلم عن نعم ربنا وعطياه لنا التي لا تعد ولا تحصى الحقيقة ومن ضمن النعم دي نعمة عظيمة وكبيرة جدا ناس كتير بيشعروا بيها وناس للأسف محرومين منها بس احنا النهاردة معاهم عشان نقول لهم ازاي يرجعوها تاني وازاي يستمتعوا بيها أهالينا الكبار كانوا أكتر ناس مستمتعين الحقيقة بهذه النعمة وهي نعمة الجيرة حتى احنا في طفولتنا نتذكر شبابنا وطفولتنا ازاي عشناها مع عجراننا بنعمة كبيرة جدا فيه اللي فضلوا أصحابنا وأصدقائنا وفيه اللي الأماكن والبلاد بعدتنا عن بعض لكن بتظل ذكرى في حد ذاتها نعمة كبيرة جدا عن نعمة الجيرة حتدور حلقتنا النهاردة مع فاضلت الشيخ دكتور أحمد ممدوح أمين الفاتوة بدور الإفتاءة المصر يا سلام عليكم يا مولانا عليكم السلام أحسن أهلا وسهلا بحضرتك يعني الحقيقة وإحنا بنبحث عن الجيرة في الإسلام لقينا أحاديث كثيرة جدا وده لفت انتباهي يعني هو للدرجات الجيرة دي حاجة مهمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحب يوم الولا الإسلام اهتم بشكل عام بالعلاقات الاجتماعية بأشكلها المتنوعة فزي ما هتم بصلة الأرحام نبه على علاقة الإنسان بجرانه وزي ما نبه على علاقة الإنسان بجرانه ونبه على إلى عشرة من الناس بوجه نعام على مستوى الصداقة على مستوى التعامل حتى مع من لا أعرفهم كعابيري السبيل وهكذا لأن الإسلام أتى ليبص روح السلام في العالم الله فروح السلام دي تأتي بأن الناس تتعامل مع بعض بأخلاق طيب لأن الإحسان يعكس الإحسان هل جزاءه الإحساني إلا الإحسان فمن العلاقات الاجتماعية للإسلام أكد عليها تأكيد شديد جدا لدرجة من ربطها بالإيمان أحيانا ورتب عليها عقوبات إذا حصل تفريط أو تقصير فيها أحيانا أخرى هي العلاقة بين الإنسان وبين جاري سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يوصل لنا يعني شدة مكانة الجار عند الله ويعني مزيد العناية بها في الإسلام كاد أن يلحق الجار بمن يرث الإنسان فلما الواحد يموت اللي بيورثه ألصق الناس به امراته أبوه أمه أولاده كده فبيقول أن سيدنا جبريل ظل يوصيه بالجار ويوصيه أن يوصي أمته بحقوق الجار حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام مؤقع في خطره أن يعني هل في الخطوة الجاية بقى أن هيبقى الجار من ضمن من يرث الإنسان من أصحاب الفروض مثلا أو كده فيقول الحديث اللي كلنا عارفينه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظلنته أنه سيورثه وتجدي في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الجار بيوصي به وعبوده الله ولا تشركه به شيئا بالولدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجاري ذي القربة والجاري الجنوب هنا دادلين في أنواع من الجرام؟ الجار ذي القربة والجار الجنوب يعني الجار القريب والجار البعيد الجار ذي القربة لها معناين أو يعني تحتمل معناين إما دي القربة عن القريب مني سكنان أو دي القربة اللي بيني وبينه علاقة قرابة والجار الجنوب هو البعيد عني يعني ما تظنش يا مؤمن أن الجار اللي أنت تحسن إليه هو بس الجار الملاصق لك اللي هو الشقة في الشقة لا ده الجار بمفهومه الأوسع كل ما بينك وبينه جوار أحسن إليه نعم مقولة النبي وصل لتابع جار دي مقولة ولا ده حديث؟ يعني دي من المورثات اللطيفة يعني المصرية الشعبية لكن بهذا اللفظ ما فيش حديث بيقول أوصى النبي على الجار السابع مثلا لكن هو أوصى على ما هو أشد من هذا هو أوصى على الجار بواجه نعام نعم نحن نبحث بقى إيه مفهوم الجيرة الزبط وإيه أنواعها وإيه أنواعها يعني مين اللي اسمه جار نعم فتبص تلاقي حصل يعني أخدوا عطى بين السلف والعلماء في ضابط الجار مين اللي اسمه جار ومين اللي بعدين ما اسمه جار فنجد مثلا بعضهم يقولك أن الجار يمتد إلى الجار السابع زي ما المعقولة دي بتقول والسيدة عائشة ترى أن الجار أربعين بيت في كل اتجاه ده حد الجيرة بس هو في حقيقة لا هي الأربعين بيت ولا هي السبع جيران يعني أنا مش حاجة عند الجار السابع ومبصص التامن أقول لها معلش والله يعني أنا ده باية التامن آه يعني أعذرني معلش ده بالك هي الضابط في كده العرف اللي العرف بيعتبره جار إيه بقى جار نعم جار بقى في الدور جار في العمارة جار في الشارع جار في يعني ولكن درجات الجيرة بتختلف حقوقها وبتقوى شدة وضعفا كلما كان الإنسان أقرب في السكنة إلى غير نعم